أعقد الرئيس عبدالفتاح السيسي مباحثات قمة مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني حيث أكد الزعيمان رفضهما التهدير القصري للفلسطينيين من أراضيهم إلى مصر أو الأردن كما حذر الزعيمان من خطورة الدعوات لتهدير الفلسطينيين على الأمن الإقليمي وشدد على ضرورة استمرارية وصول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة عبر معبر رفح البري على نحو مستدم هذا وقد شهد اللقاء في هذا الصدد التباحث بشأن التصعيد العسكري الحالي في قطاع غزة وما يصاحب ذلك من تدهور للأوضاع الأمنية والإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق في غزة وسقوط الألاف من الشهداء والمصابين حيث جدد الزعيمان الإدانة البالغة لقصف مستشفى الأهل المعمداني في هذا الصدد ولجميع أعمال استهداف المدنيين مع تأكيد على رفض سياسات العقاب الجماعي من حصار أو تجويع كما جرى استعراض الجهود الحثيثة التي تبدلها مصر والأردن للدفع نحو التهدئة وخفض التصعيد وأكد الزعيمان الموقف الثابت للبلدين بأن تحقيق الاستقرار الحقيقي والمستدام في المنطقة يرتكز على حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة في دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لمقررات أشرعية دولية ذات الصلاة وبما يتيح السلام والأمن والازدهار لجميع شعوب المنطقة كما بحث الزعيمان تطوير العلاقات في مختلف المجالات تحقيقا لتطلعات الشعبين المصري والأردني بالإضافة إلى الحرس على مواصلة التشاور والتنسيق الدائم على أعلى المستويات السياسية بالدولتين